موسيقى مسيقية قوية منتقاق وبها نهيزم أعادة بها نهيزم أعادة وآآآآآآآآآآآآآآ accompanied God وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ اساسي داماشي اوباس مجалась وامич واجه عبد مده للقوط يعني اكيد اليوم الوقفة كانت يعني اه يعني كانت قلع صعب دي المجد السوطني الاخير على انها ستكون مجموعة من الوقافات المتفرقة اكيد مختلف ديال الجهات من قسم الصارقات المجحفة صارقات بحق قجور ديال الساتيدة لان هناك مجموعة من الصارقات حولي تقريبا تبقى 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 تماني ديال اشهر الغارة ديالها هو تي اس مقرملة ديالها بالاسدل المقالبة ديال الاساتيدة بالحقوق ديالهم واكيد احنا كانوا معجبون رسالة اليوم اننا مضيف رد الصارقات وانهم يتحداثون عن الجودة ويتحداثون عن الاطيقاء بالمنظومة الصرفوية ويتحداثون عن جميع تعلمات من خلال تحفيز ديال الاساتيدة ما هو في نوع التحفيز ديال الاساتيدة اين هو هاتف في ديال الاساتيدة مجموعة من الاستطاعات تصل الى 1500 درام تقريبا شهرية تقريبا سنتين في الأحرارة مدة سببتين هذا الاقتطاعة ولكن بشكل متواصل ومددية الأشهر دام إضافة إلى كان لحي خيطاب البارح كان مهزانة وصريح يلحظونه كان هناك زيادة 2500 دلم النساء ورجال التعليم في سنة 2500 دلم سنويا في موعدة 75 دلم كيف يمكن أن تحفيز وتتعذر على منظومة تربوية وتتعذر على تجوية التعلمات وتتعذر على تجوية منظومة تربوية وكينة زيادة 2500 دلم هذا أكبر إهانة لنساء ورجال التعليم النظام الأساسي للمهانة التربية وتكون الذي يريد إجهاز حقيقي على مختصفات وحقوق دي الأساتيدة أكيد نحمل من داخل فوسيا للأساتيدة الضوء على التعاقض نحمل مسؤولية لإطارات النقابية لنحمل مسؤولية للنقابات الأكثر تمثيلية للتعليم وأكيد الأساتيدة أو أسرة دي المنظومة أو أسرة دي النساء ورجال التعليم هي غاضبة عن إطاراتها لأن هناك مجموعة من الحملات تدعو إلى أشكال نضالية تدعو إلى تأسيس نسيقيات مستقلة خارج الإطارات النقابية لأنها أحثت بأن تلك الإطارات التي تنتمي إليها بأنها بعض قضيتها وبتالي هذه رسالة مباشرة إلى الإطارات النقابية أن تتحمل مسؤولية التاريخية نحن من داخلكم وأساتيد animateعاقود لن نسموك على العمر وأكيد ما ضون إلى تحقيق الإدماج ما ضون إلى تحقيق الانتصار على إرت d twelve within our وإلى consensus الحقيقي لهذا الملف هو تحقيق الإدماج وتحقيق مناصب مالية ممركزة وليس إلى السياسة الجهوية وليس إلى خلق مناصب الجهوية. هذا ضرّمت العيون وأكيد هذا حل غير مرضي للتنساق الوطنية للستدام روض عليهم تعاقود وأكيد تنسخ مره بالنضال إلى حين تحقيق الإدماج. تحية نيضالية معكم أستاذ يوسف أبتيس المنسق الإقليمي لسيد ابن الوار. تحية نيضالية مجدداً من داخل إطارنا العتيد والصامد المنسقية الوطنية للأستدام رضّع من فروض عليهم تعاقود. جئنا أو جاءت هذه الوقفة تنزيلاً لمخرجة المجلس الوطني الأخير مناقض بير ريباط يوم 7 أكتوبر. وذلك تنزيلاً ورفضاً لكل المخططات الخريبية، كل المخططات الهوجة، كل المخططات اللامس أولى تحقيق سواء الشعب المغربي عامة وأيضاً الأستاذ العزل على وجه الخصوص، وبه تم تسترد البرنامج، والذي فيه مجموعة من خطوات النضالية من شهرة حمراء على مستوى المؤسسات، وأيضاً اعتصامات على مجموعة من المواقع الصامدة، وأيضاً أتى هذا الشكل النضالي تنديداً ورفضاً للمتابعات التي تضالوا الأستاذة. تقريباً خمسين أستاذاً متابع أمام أنظار المحكمة سواء اقتدائية وأيضاً الاستئناف، لا لشيء إلا لأنهم حقهم عادل، القضية عادلة، القضية قضية أستاذ، قضية وزراء، قضية فصل، قضية تعليم، وقضية براءة، لا زالوا متابعين، ولهذا نحن لازلنا مصرين ومرابطين على الوقوف معهم، وضد هذه السياسة الهوجة، وأيضاً الصارقات الموصفة، الصارقات التي تأتي على جيوب الأساتذة العزل، بأجرى هذه لا تصل إلى متطلبات الفترة من ارتفاع في الأسعار، من ارتفاع في المحروقات، من هجوم على مستوى جميع المجالات والميذان، لهذا لم يبقى للأستاذ إلا التنذيذ، إلا الخروج إلى الشريع، إلا الصمود، والصمود، ومن هنا كرسالة لجميع الأساتذة والأستاذات، لجميع الأطياف من نقابات، من إطارات نقابية، بالالتفاف على الجسم الأستاذي وعلى المنظومة التعليمية، من أجل قول الله في زمان عامة، والمشاركة في كل الأشكال النضالية، ولهذا نقول بأننا سنصطر، أو سيعقد مجلس وطاني إن شاء الله الأربعاء، سنصطر برنامج نضالي تسعيدي، لأننا أصحاب قضية، لأننا أصحاب رأي، سنقوم بتصطير برنامج، ونحيي من هذا أن ننبر جميع المناظر الحراء، والتي سندنا في هذه المحنة، وتحية النضالية للزامية. تحية النضالية مع أستاذ أسماء الرحمنين، ونستقوم بتحية الحسين الأستاذ الذين فرضوا على المتعاقب، إذن يأتي هذا الشكل تنزيلاً برنامج نضالي الوطاني، ربداً على السرقات الموصوفة من أجل قساسية، التي تفوق 1200 درام شهرياً، ملاير من الدرائم تصرق من جيوب الأستاذ الذين، لكي بحين ظالمين، لمحاولة أخبار معركاتهم الرامنة إلى أسقاط محطة التعاقض، والإدماج في أسلاف الوظيفة العلومية، إذن الأستاذ الذين لا ينظلون على أنفسهم، فقط ما لما ينظلون على مكتسى التاريح والوظيفة الأممية، للحفاظ عليه للأجيال القادمة، ولكل أبناء وأبناء الشعب المغريبي، إذن اليوم، هذا المرير واقع القمة والاعتقال والافتيال والمحكمة والصاريخات والأجور، ينظر بأن الدولة متوجهة بالسرعة القصوى لتفكيف الوظيفة العمومية، تفكيف كل هما الحوارات الأخيرة، ومحاولات الدولة السريع في إخراج نظام أساسي خارج نظام الوظيفة العمومية، إن لا دليل على هذا الكلام، إذن بالتنسيقية تقول بأنها نازالت في الشارع، وستظل ما ضقي التعافض، مطالبة الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مطالبة استرداد جميع حقوق أبناء وبنات الشعب المغربي في المدرسة العمومية المجانية، وفي الوظيفة العمومية القارة، معكم تحيات قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونوه في العشين يوتيوب، بارتاجي والفيديو، ديرو جام، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي،